لم تدرك آية أنها ستأتي إلى هذه الحياة وهي نازحة في المخيمات العشوائية المنتشرة على أطراف مدينة سلقين شمالية إدلب والتي تفتقر إلى أبسط مقاومات العيش فكيف وإن كانت الاحتياجات لطفل لم يتجاوز عمره بضعة أيام أو أشهر؟ وأنا يعني عوجه ولادي طلعنا على الزيتون بين الزيتين ضلينا قاعدين بين الزيتين بجي 15 نهار يعني ولدت تحت الزيتون الطفلي هلق مريضة صلنا يومين أنا ما فيه لا حليب ولا شيء لزن ما مدون أكل اتعدبت فيها كتير يعني وصعبي إنه هلق أخسرها حسبنا الله نعمل بكية حالة آية ليست الوحيدة فهناك أربعة عشر طفلا وطفلة حديثوا الولادة ضمن هذا المخيم الذي يضم ستين عائلة تعيش داخل ثلاثين خيمة وسط معاناة واحتياجات جمة وخاصة فيما يتعلق بمتطلبات هؤلاء الأطفال وأمهاتهم نحن نازحين مريف حماة وجينا لهوني يعني طلعنا تحت الصفر يعني شيء ما جبنا معنا وهذا الولد يجهون بل مخيم شو بده حليب يعني بده حفوظات بدنا أدوي يعني دكات رشي ما فيه بينسوان بيولاد بيأطفال يعني عالم جوعاني بعالم عنده ما بحسن لا تجيب لا أكل لا شرب لا شيء لا شيء تشهد مخيمات الشمال السوري عامة والعشوائية منها خاصة افتقارا إلى أبسط سبول الحياة ما دفع المسؤولين عنها إلى مناشدة المنظمات الإنسانية لتحقيق الاستجابة اللازمة العائلات اللي نزحت على المكانها جميعا تهدمت منازلها بالقصف الأخير لاحظنا وجود عدد كبير من الولادات الحديثة في هذا المخيم وفقر شديد بحاجة إلى حليب أطفال بحاجة إلى رعاية صحية واستمرة ودورية فنطلب ونناشد منظمات الإنسانية مدية للعمر والنظر في وضع أهلنا النازحين المهجرين من جراء القصف الأخير الهمجي على ريف حماة الشمالي وريف ادليب الجنوب ليست هناك إحصائيات رسمية حتى الآن لعدد المولودين حديثا على الرغم من كثرة الحالات وفقا لعدد النازحين الذين وصل عددهم حسب منظمة منسق الاستجابة إلى قرابة نصف مليون نسمة معظمهم من الأطفال والنساء